السلام عليكم ورجعنا لكم في دي جديد كلنا عندنا بيوت في الأولاين وبعض الأوقات اروح عليها عشان نبعد عن اللاعبين والتخريب بالسيرفر لكن ايش يصير اتكنت في وسط الصحراء وودك تنام او تتفرج على التلفزيون هل لازم تسوق كل المسافة عشان توصل للبيت طيب ليش البيت ما يجي عندك عشان اوضح الفكرة اكثر لازم نتصل على الميكانيكي ونطلب سيارة اسمها يوغا كلاسيك هذي السيارة عبارة عن بيت صغير او تقدر تقول غرفة تقدر تنام وتتفرج التلفزيون وتاكل وتشرب وكانك جالس في البيت قبل ان نتكلم في التفاصيل لازم في البداية نعرف قصتها هذي السيارة او الباص او فان او سيارة سكوبي دو او سميه زي ما تبي هذا الفان اسمه يوغا كلاسيك وتقدر تشتريه بسعر 195 الف من موقع السيارات الاصفر او من موقع بني عادي ما في فرق بينهم بعدها في تعديلات عادية مثل هذا الكفر الصغير او اضافات على الشباك الامامي وباقي التعديلات الموجودة على كل السيارات لكن اذا رحت للاختيار الاول تقدر تدفع 900 الف تقريبا عشان تحولها لسيارة مختلفة وهنا بيصير عندك 32 تعديل مختلف فايش هذه التعديلات تعالوا نتعرف عليها بدايتنا من 4 انواع للصدام الامامي 6 انواع للصدام الخلفي 6 اضافات لسقف السيارة واشوف الاخير يعطيها شكل افضل 5 انواع بول بارس او هذه الحدايد اللي تحمي السيارة تقدر تضيف سلم صغير بـ 1100 6 انواع اكزوست وتعرفون اني افضل اللي تيجي تحت الابواب فبشتريها بـ 10,000 في اضافة صغيرة تيجي فوق الاضواء الامامية ممكن ما تنتبه عليها 7 انواع للشبك الامامي 9 انواع لغطى المحرك وما عجبني الاخير فيه فتحات تخرب شكل السيارة فباخذ هذا بـ 12,000 طيب ندخل لداخلية السيارة وهنا لازم تاخد وقتك وتختار اللي تبيه لانه فيه 16 نوع للغرفة اللي فيها تلفزيون واللي فيها سرير وانواع كثير فاخذت كم دقيقة وبالنهاية عجبني هذا بـ 7,284 مثل ما قلت خذ وقتك عدلها زي ما تبيه وبعد ما تخلص تقدر تلونها وشخصيا عجبني لون الابيض عشان تكون الغرفة واضحة في اي وقت في عندنا اربع انواع للجهة الامامية وسبع انواع او الوان للأبواب واخيرا اضافة صغيرة لتغيير شكل الكراسي طيب نرجع للتعديلات الخارجية وعندنا 17 نوع ليفري بما ان السيارة حق الطلعات وتخييم فبختار اللي عليه رسومات الصحراء عندنا كمان ثلاث اضافات للشبابيكة الخلفية لكن بصراحة ما عجبتني واشوفها تخرب شكل السيارة فبسحب عليها اربع انواع للمرايا ثلاث انواع لسكف السيارة وخمس اضافات للسكف خمس انواع لسايد ستيبس او هذه الحداية تحت الابواب ست اضافات صغيرة لواجهة السيارة ثمانية انواع للجناح الخلفي مو بالضروري جناح رياضي وانما اضافة جمالية صغيرة عندنا ثمانية اضافات لاجهة الصوت داخل السيارة ومع جبني الاخيرة شوفها يقفل على السواق وتصير الغرفة صغيرة فباخذ اللي قبلها افضل اخيرا عندنا اربع اضافات للشباك الامامي طيب نتكلم عن السيارة شوي اول شي من الواضح ان النسخة القديمة كانت دفع خلفي لكن بعد التعديل صارت دفع رباعي وصار فيها عزم وقوة اكبر وحتى التسارع صار افضل لكن السرعة النهائية ما تغيرت ونفسها على السيارتين فلما نقول سرعتها متوسطة هذا معناها ان السرعة توصل ل120 كيلو بالساعة وبالنهاية هذه سيارة رحلات مو تاخذها وتروح وتشارك بالسباقات فالسيارة شكلها حلو انا كنت استخدم النسخة القديمة قبل ما تنزل في موقع بني والحين صرت اقدر اضيف تعديلات اكثر وصح انها سيارة جبلية ودفع رباعي لكن هذا ما يعني انك تقدر تطلع على اعلى جبل فيها وانما على الطرق جبلية بسيطة تمشي فيها انتو خويانك فاتتبي رأيي بالنهاية اشوفها سيارة مميزة بسبب التعديلات ولكن سعر التحويل لحاله يكلف مليون تقريبا فما انصح فيها للممعة فلوس خصوصا انك تستعملها بشكل شخصي لانها بطيئة على المهمات والتجارات وشخصيا بيحتفظ فيها واحتمال ضعيف استعملها داخل المدينة فاش رأيك انت هل اشتريتها او تبيت اشتريها من هنا اكون وصلت لنهاية المقطع اعطاكم العافية على المشاهدة لا تنسانا من اللايك والاشتراك واشوفكم فيديو جديد بإذن الله